ثم رددنا لكم التمرة عليهم وأمددناكم بأموار وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسستم فلها فإذا جاء أرعدوا الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة فليتقروا ما علوا تثيرا أسى ربكم أن يرؤمكم وإن عدتم عددا وجعلنا جهنم للكافرين أسيرا إن هذا القرآن العدير التي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرهم كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا آنهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنغار آيتين فمعونا آية الليل فمعونا آية الليل واجعلنا آية النغار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم اتعلموا عدد السين والعسابة وكل شيء فصلنا تفسيلا صدق الله العظيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا